أهلا بكم النضال مش بس بالرصاص ولا بالمقاومة المسلحة والنضال الفلسطيني نفس القصة ما كانش بس بالرصاص والبرود ولا حتى بالكفاح السياسي إنما تقدر تقول إن الفلسطينيين أغلبهم أو تسعين تسعة وتسعين في المئة منهم كانوا مقاوبين ولكن بطرق مختلفة منهم اللي قاوم بالرواية زي ما شفنا كده الأستاذ رحمة الله عليه غسان كنفاني أو بالشعر زي محمود درويش أو بالمقاومة السياسية المسلحة زي كافة الفصائل الفلسطينية المحترمة لكن بطل الذي قاوم بالرسم بالسخرية فأصبح الأشهر على الإطلاق في المجال ده اسمحوا لي أقدم لكم بطل حلقتنا النهاردة الفنان ناجل علي ناجل علي الحقيقة هو ده ابن قرية الشجرة بالجليل زي كتير من جيله حضر النجبة وهو طفل وتم تهجيره هو وأهله وتم ترضوهم من بيتهم وعاشوا التغريبة الفلسطينية واللي نقلته من الجليل إلى مخيم عيني الحلوة في لبنان وهناك عاش ناجل علي فترة شبابه وبدأ يرسم على حيطان المخيم ولما تسأل ليه رسوماتك كلها سياسية قال إن الحياة في المخيم والمعاناة اللي شافها ما خلتنيش عندي رفاهية النكتة ناجل علي اتكلم عن المعاناة وكترة الترحال بتاعته اللي كان أساسها الاحتلال الإسرائيلي تبنى الصحفي والروائي غسان كنفاني في يوم ظهر غسان كنفاني مخيم عيني الحلوة وشاف رسوماته فأخذها ونشرها في الكويت وده كان سبب في سفر ناجي للكويت ويشتغل هناك وكان ناجي بيشترط على أي مؤسسة إن تكون منطقة رسمه في الجريدة منطقة حرة سئل عن هويته السياسية كان يقول إن هويته هي الانحياز للناس البسطاء بل إنه قال حاجة غريبة قوي وهي إن رسامين الكريكاتير الفراعنة ألهموا الانحياز للشعب خلنا نشوف كده الانحياز للبسطاء كان واضح في رسومات ناجي العلي ودلوقتي جاء لقى فرصة للي ما يعرفش مين الرجل اللي كان بيتكلم ده اللي ما يعرفش مين هو ناجي العلي ولا شاف أربعين ألف رسم الكريكاتير لناجي العلي في البرنامج ده في الفقرة دي عن عرفك مين الرجل ده عشان تقف احترام وإجلال وتقول الله يرحمك يا ناجي العلي الرجل اللي ورايا ده خلنا نتفرج كده على جزء بسيط قوي من رسومات الفنان العبقري ناجي العلي ناجي العلي ده كان قادي رسمته الأولى هي أقوى تقول غالية بيعتقلوك كان وقتها الجزمة بـ 12 جنيه ده في لا 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 هات الرسمة الأولينية بس أشن ده حنزلة الطفل التاعه اللي بيرسمه طوالوقتي اللي ايد ورا ظهره وده مفروض أبوه أو راجل كبير بيقول له أقوى تقول الجزمة من 12 جنيه غالية يعتقلوك في جنب السورة من ناحية التانية مغبرين من اللي بيلبسه بلطه وبيتجسسه عن ناس وفعلا ممكن يعتقلوه اللي بعده لا صلح لا مفاوضات لا اعترف لاجئين 48 مخيم الحلوة مخيم البداوي مخيم الرشيدية وده الفلسطيني الأصلي اللي بيعلن بأنه لا مفاوضات كل أبناء المخيمات بيقولوا لا للمفاوضات اللي بعده وده واحد مش فلسطيني ده واحد إفريقي من ملامحه إفريقي وناجل علي ملوش دعوه بإفريقيا لكن زي ما قال أنا ممكن أرسم واحد فيتنامي هنا رسم أطفال أو أب إفريقي وابنه وجعان ومكتوب على التيشرت فود وبرضو حنزلة واقف إيده ورا ظهره أظنني مفيش كلام قادي لبنان وفلسطين ما بين التغريبة من فلسطين إلى لبنان بص والصورة سواد سواد لا شيء غير السواد والست دي وحنزلة مخيم عين الحلوة وبرضو سواد والمخيمات أو الخيم بتاعة اللاجئين المهجرين أنت مسلم أو مسيحي سني أو شيعي دورزي أو علوي ابتي أو ماروني روم أو كاتوليك أو روم ارثوزوكس أنا عربي يا جحش إحنا رايحين على الخليل لازم نحطها على ظهرك بتحميك من ضربة الخنجر يا عبيت أهل الخليل مثل أهل غزة ما بيتطعنوا بالظهر أنا عايزة أقف عند آخر رسمة دي أهل الخليل مثل أهل غزة ما بيتطعنوا بالظهر الصورة دي الوحيدة اللي أنا معترض عليها في رسومات ناجي العري وهتعرف ليه في الآخر أنا معترض على اللوحة دي يمكن بس خليها معنا بعدين بقى نحتاجها يمكن فكرة الانحياز للناس خليته يبتكر فن المرايا اللي يخلي الناس العادية جزء من تكوين لوحة الكاريكاتير بتاعته أنا الأول عايزة أشكر تلفزيون الكويت لأنه لو لا تلفزيون الكويت ما كانش بقى عندنا الشريط النادر ده لأنه ناجي العلي كان مغضوب عليه من الأنظمة العربية كلها لكن يفضل أبرز إنجاح أو نجاح لناجي العلي هو الأيقونة بتاعته الطفل حندلة اللي عمره تقريبا عشر سنين واللي بيعتبره ناجي العلي شاهد حقا على معاناة الفلسطينيين نسمع بقى ناجي بيقول إيه عن الطفل حنزلة اللي شفته في اللوح واقف وإديه وراء ظهره حنزلة في الأول كان بيجي بوشه في الرسومات لكن مع بدء طريق السلام أو ما يسمى طريق السلام اللي بقى طريق بس بقى رود يعني مع إسرائيل بعد الثلاثة وسبعين ناجي العلي خلاب ظهره ومكتف إيديه كنوع من رفض الاستسلام ده حنزلة بوشه قبل ما يسمى بطريق السلام اللي بقى السلام 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 وده حنزلة بقى لما بعد ما مصر مشت في اتفاقية السلام أو ما يسمى بالسلام عملوا بظهره الرسومات ناجي العلي كانت سرخة ضد خزلان الأنظمة العربية واستبدادها هنا بقى ناجي العلي بدأ يشن حملة على زعماء وأنظمة الدول العربية وده كانت بداية نهاية ناجي العلي كانت بداية تصنيع الخنجر العربي الفلسطيني اللي هيطعن في ظهر ناجي العلي نشوف كده جزء أو مجموعة من رسوماته على البتاع ده على الأنظمة العربية إنهم زي رباط الجزمة بالضبط بقوهم مربوط شبه رباط الجزمة بالضبط مش سوستة كمان برضو في جريدة القبس الكويتية الموقع الإلكتروني وفلسطين فلسطين دويلات دي دويلات على الأنظمة العربية شيعية سنية فاطمية علوية درزية مارونية كاتولوكية ابطية إلى آخرية دويلات وهنا شايفين بتعرف دي خليك بقى معدي شوية شايف أول واحد بيقول له بتعرف رشيدة مهران التاني قال له لا التالت قال تسامع فيها قال له لا قال له ما بتعرف رشيدة مهران ولا سامع فيها وكيف صدت عدو بالأمانة العامة للكتاب والصحفين الفلسطينيين لكان مين اللي دعمك بها المنظمة يا أخو الشليتة معرفش دي شتيمة فلسطيني مين بقى رشيدة مهران هو ده بقى خنجر المسموم هو ده من بداية لو شفته آخر جزء خالص آخر حوار بين الشخصيطين اللي فاتوا بيقول له انت زي ما تعرفش رشيدة مهران وكيف صرت عدو في اتحاد الكتاب الفلسطينيين هنا ناجل علي شد فتيل القنبلة اللي هتفرق عفوشه كان طبيعي الانتقادات دي تجلب عليه أو تجلب له مشاكل وتهديدات ووصلته تهديدات كتيرة جدا وكان اللي بتوصله بيقول ان خلافاتي ليست شخصية لكن معه نسمع كده العوج ما بطيء نرجع بقى للرسمة اللي انا قلتلك فيها رشيدة مهران اللي هو قال حوار ما بين اتنين شخصيطين بيقول له تعرف رشيدة مهران لأ سامع فيها لأ قال له انت ما تعرفش رشيدة مهران ومعهوده اتحاد هنا بقى كانت بداية نهاية ناجل علي لانه واضح انه رشيدة مهران دي كانت حد مقرب من ابو عمار ياسر عرفات فظهر الخلاف علني ما بين ياسر عرفات وما بين ناجل علي وناجل علي انتقد صراحة في كل لقاءاته انتقد وفي رسوماته انتقد ياسر عرفات لو في ديمقراطية حقيقة كنت تسقطه ده بيكلم بيتكلم على ابو عمار بقالك 18 سنة لو في ديمقراطية حقيقة كنت تسقطه كان في مشكلة مع الوجوه دي بينها وبين الرسام ناجل علي الشاعر الكبير احمد مطر بيحكي عن حوار وده اللي خلى عرفات ما يقدرش يعمله حاجة لانه ناجل علي كان في الكويت وعرفات بياخد دعم من الكويت وبالتالي ما يقدرش يعمل مع ناجل علي حاجة وعرفات اقام في الكويت ولو مقر في الكويت فما يقدرش يدايق حكومة الكويت لانه ناجل علي موجود فيها فنعمل ايه نخرج ناجل علي من الكويت عشان نعرف نتصرف معه هنا ضغط عرفات على الحكومة في الكويت عشان حكومة الكويت تطرد ناجل علي من الكويت ده رئيس تحرير أو مسؤول عن جريدة القبس الكويتية اللي كانت بيرسم فيها ناجل علي الرسمة بتاعته أبعده حوالي 26 شخص أحمد مطر وناجل علي إلى لندن وفي لندن ما بطلش ناجل علي انتقاد لكن فاكر الرسمة اللي أنا وردها لك بتاعت رشيدة مهران دي كانت النهاية فاكرها تعرف رشيدة مهران قالوا لا قالوا سمع عنها قالوا لا قالوا كيف أنت صحفي وكاتب الرسمة ورين الرسمة اللي أنا قلتها لك دي أيه لا الرسمة بتاعت رشيدة مهران اللي أنا أجبناها من شوية دي هي دي دي كانت بقى النهاية لندن ناجل علي بدأ حملة على رشيدة مهران ورشيدة مهران كانت صحفية مقربة عمار جدا وكان انتقادها خط أحمر ده مش كلامي أنا بقى نسمع رئيس تحرير القبس الكويتية بيحكي عن أني رشيدة مهران لفكرة أبو إياد دي بقى صلاح خلف خد الكبيرة بقى أبو إياد دي قتلته إسرائيل في تونس تعملية غريبة جدا كان غريباً أيام الحبيب برقيبة تقريباً أو أول أيام مش فاكر قوي يمكن أول أيام زين العبدين أو أيام برقيبة إسرائيل نزلت عمت عملية معجزة عن طريق البحر وممكن بيبو دلوقتي رجعني عشان ما أقولش معلومة غلط صلاح خلف هو أبو إياد وصلاح خلف تم اغتياله في تونس عن طريق فرقة صغيرة إسرائيلية عن طريق البحر صلاح خلف كلم رئيس تحرير القبس الكويتية وقال له يعني أبو عمار زعلان جدا رشيدة مهران دي خط أحمر بعد الوقع دي مباشرة بس بازو النبي يرجعني بيبو عشان ما أقولش معلومة غلط لأن أنا بس ارتجلتها من ذهني وهي قابلة أنها ممكن تكون غلط أبو إياد أهو صح صلاح خلف أيوه قرب لي كده الله يخليك قرب لي هنا صلاح خلف أبو إياد أنا مش شايف حاجة لحد الوقت يعني لو حطها لي هنا أنا مش عارف أجيب يا أخي الله يخليك هو صلاح خلف هو اللي تقتل في تونس آه تقتل في تونس أيوه زي النهار ده اغتيال القادة الفلسطيني صلاح خلف 14 ناير التسعين يبقى أيام زين العابدين تقريبا وده أتلته فرقة في الإسرائيلية صغيرة ونزلوا عن طريق البحر على بيته أتلوه ورجعوا تاني أهو وزي النهار ده في 14 ناير واحد السعين اغتيال أبو إياد في تونس وحملت السعين مسلوية الحارس وكان المنفذ أحد التابعين للصبر البنة المعروف باسم أبو نضال وكان هناك مصادر قد زعمت أن نعمة الاغتيال كانت منه عدم زج باسم القضية الفلسطينية في خلافه مع الكويت حيث عمل أبو إياد جاهدا في آخر أيامه على النقي بالملف الفلسطيني عن التناقضات العربية أبو إياد نفسه هيطير بعد كده في 91 بعد رسمة الكاريكاتير دي اللي يسمها ناجي العلي لرشيدة مهران المقربة من أبو عمار يعني وكأنه رشيدة زنت على دماغ أبو عمار أنه زي يعني الراجل جاب اسمه وسيرتي في انتخابات اتحاد الكتاب الفلسطينيين بعد الواقع دي مباشرة حصلت عملية اغتيال ناجي العلي وهو بيتمشى على كبري عادي جدا قرب منه واحد ودهم له وترمى ناجي العلي في المستشفى الواحد ده قيل أنه عميل مزدوج قيل أنه عميل مزدوج محسوب على ياسر عرفات وعميل في نفس الوقت الإسرائيل آخر بقى جزء في الفيديو اسكوتلاند يارد بتقول أنه اللي قتله عميل مزدوج بس آخر آخر جزء في الفيديو قال بص أي حد تدقى تتهمه في قتل ناجي العلي كل الحكومات العربية كل المجموعات الفلسطينية اسرائيل كان الرجل عمل مشكلة للأنظمة العربية لإسرائيل للقيالات الفلسطينية نسمع آخر جزء كده من السيد المحترم تقدر تقول أي واحد في الدول كان قاتل ناجي العلي الأنظمة العربية إسرائيل أو الخيالات الفلسطينية اللي كان على رأسها أبو عمار في النهاية ناجي العلي مات على كوبري عد شاب أو حد عميل طعنوا بمنتهى الهدوء ووقع الرجل وفود المرمي في المستشفى ثم مات الغريبة أنه أو قتل ناجي العلي أو استشهد ناجي العلي نحسبه شهيد يعني تم دافنه في لندن ولما جو أخوه يدفنه في التراب في بلده يعني الرجل كان بيحلم بالعودة الفلسطين عاش وهو بيحلم بالعودة الفلسطين لكن شوف بقى أحمد مطر الشاعر صديقه بيقول إيه ريحة التراب ريحة تراب فلسطين ريحة تراب قرية الشجرة هي اللي عملت ناجي العلي فهو كان يتمنى ريحة التراب أنا عندي بودكاست عن الروايح والله هي دي اللي عملت ناجي العلي يوم ما الصحف أعلنت مقتل ناجي العلي الأنظمة العربية استريحوا جدا تخلصوا المستبدين العرب من كبوس حتى بعد وفاته ناجي العلي كان كبوس للأنظمة العربية لما تم عمل فيلم عن سيرته الزاتية وقرر الفنان المصري نور الشريف أنه يلعب دور ناجي العلي كانت كارثة وتدخل ياسر عرفات شخصيا عشان يمنع عرض الفيلم في مصر مش بس كده نظام حسني مبارك نفسه قلب الوشي التاني نور الشريف إيه دي لياسر عرفات أنه يمنع عرض الفيلم في مصر إنما أهم الفيلم ده هو ناجي العلي ومحدش يسمع عنه حاجة خالص محدش يعرف أي حاجة عن الفيلم ده لأن الفيلم ده وقيدة في المهد يعني وقيدة في المهد كان فيه محمود الجندي أنا فاكر أنا فاكر من مصر يعني نور الشريف ومحمود الجندي اتقلب الوشي التاني من نظام مبارك نظام مبارك مش بس قرر يرضي ياسر عرفات ويمنع عرض الفيلم لكن النظام نفسه كان متدايق من ناجي العلي فتم منع نور الشريف من الشغل عدة سنوات بسبب الفيلم ده ونور الشريف في رأيي فنان ما خدش حقه دعائيا وإعلاميا نور الشريف فنان كبير قوي نور الشريف هو أستاذ أحمد زكي ونور الشريف فنان يعني واحد من الفنانين القلائل في تاريخ التمثيل العربي لكن نور الشريف بسبب ناجي العلي اتقلب الوشي التاني ضده وفضل وراء نور الشريف في أي دعاية سيئة لحد ما اتهموه بالشزوز الجنسي وتشويه صورته لأن نور كان طير محلغ بعيد عن مش كريم عبد العزيز مش أحمل الساقة نور كان ممثل كان عنده قضية سوري قضيطين نور كان محب للتمثيل وله قضية أصلا بصرف النظر باع عن أي أراء تانية النور الشريف نور فعلا باعتراف كل الأساتذة تعالى التمثيل في مصر هو واحد من صناعيات التمثيل مش بس لا ده عنده كمان قضية وموقف وده اللي خلاه يقبل فيلم ناجي العلي وده اللي خلاه نظام مبارك يقلب عليه ويموت نور الشريف مات كمان العلي لكن فضل ناجي العلي رمز من رموز فلسطين بيرسم الفلسطيني والفلسطينيين بيحطوه على الجدران في القرى في المدن زي ما نشوف كده لحد النهاردة ناجي العلي مقاوم مقاوم كبير قوي بيرسموه بالجرافيت على الحطان في كل حتة في فلسطين ناجي العلي الحقيقة كان كابوس وسيظل كابوس ناجي العلي راح لكن تظل رسوماته كانوا بيقولوا ان المبدع بيموت في كلماته لكن ده مش حقيقي كلمات المبدع او رسوماته بتفضل وراه بتفضل تاريخ شاهد وده اللي كتب الاستاذ سامي الدروبي في ترجمته في الجزء الاول في مقدمة رواية الاخوك رمزوف لدايستيفسكي بيقول اللي بيقولوا ان الفنان بيموت في كلماته غلطانيا مات دايستيفسكي من سنين لكن تاريخ الادب لازال يخف عند الراجل ده احترام وتقدير زي ناجي العلي بالزبط مات جسد ناجي العلي لكن تظل كلماته موقف الفلسطيني خد طريق للمقاومة مش طريق البرود مش طريق السلاح خد الطريق ده خد طريق الريشة والورق والحبر بس خد الطريق ده ونحاس للفلسطينيين ما نحاس لقيادة فلسطينية وكان ممكن وكان ممكن يعيش ملك كان ممكن يبقى ليش ساحل الجريدة كان ممكن الحقيقة ينعم بفلوس الكويت وجامعة الدول العربية اللي كانت في الوقت ده بالشولة على القيادات الفلسطينية إلا أنه مات وهو بيرسم الفلسطينيين البشطاء ما رسمش أبو عمار حتى لما جاء عند وحدة تبع أبو عمار رشيدة مهران اتقتل رحم الله الفنان ناجي العلي وكل شهيد على ضرب تحريف فلسطينيين من الاحتلال والبلاد العربية من الاستداد أشوفك بعد الفاصل أهلا بكم في ذكرى العاشر من رمضان كان يوم السبت 6 أكتوبر 10 رمضان 1973 وكان نصر الجيش المصري السنة دي الحقيقة عاملين الاحتفال عدية يعني حقيقة مش هايزين أستو رمضان في دعوة تقعاء السيسي عمل عزومة كده عدية عزم فيها كبار اللصوص والعصابة بتاعته على الفطار خليني نشوف كده الغريبة ولا واحد فيهم يعني لو أعلاقة بحرب أكتوبر في اللصوص يعني نشوف كده هو أين من النوم وعلى الفطار عطولة لايه معنا نتكلم بقى كويس ولا ايه ولا نعمل ايه دلوقتي وايه لحم اكتفك بقى من خير مين دلوقتي ايه اللحم اللي احنا شايفينه ده ايه سيسي ما تصبت شوية ياخ انت معاك فلوس دلوقتي ربنا فتح عليك وجالك عقد في مصر تمسك مصر والحاجات دي السعودين بعتوك او الإسرائيل بعتوك او الإماراتين بعتوك ما تشوف لك دكتور تخصيص كويس اسمه ايه نظام كيتو ما تعمل نظام كيتو كيتو ده كان بتاع نموز ده ايه يا عبدو وليه عداي قوي كده حضر السيد الرئيس ده انت عاشق الحديد يا راجل فين بقى المسرح والناس اللي ورا وقعت المسرح الجلاء مفيش ايحة خالص ده انت يا راجل ده انت بتقطات على الخطب ده آخرك كده ليه في حاجة ولي ايه حد مسك عليك حاجة في حرب اكتوبر بعد الشر يعني حد كان مسك عليك حاجة في حرب اكتوبر يعني عشان تعملها عدايق كده انت خايف تكيه دي مسيسي ولا ايه خايف تتكلم لا تفكر الناس بذكره انها اكتت في رمضان خايف تجيب سيرة الابطال بتوع اكتوبر طب مش عايز تحتفل خلاص الغي الحفلة الغي الحفلة عادي جدا انها احتفال كتيمي كده ومفيش الله هو اكبر بسم الله والحاجات دي مفيش عشان بسم الله يعني دي اكبر معركة ده دي المعركة الوحيدة اللي انتصرنا فيها يعني بكل الوسائل تخطيط تدريب تسليح دي كده هو وسط المرحلة اشمعنا في اكتوبر بتيجي تعمل جو لما يبقى 6 اكتوبر تطلع تعمل جو بتاع 6 اكتوبر شهر ميلادي انما لما يبقى عشر رمضان تبقى كده عزومت حاجات كده والناس قاعدة ايه في ايه مالك حمي على قلبك انها عشر رمضان اخصى عليك يا سادات عملتها ليه في عشر رمضان يا سادات انت وساعد الشاز دي وعب منع مواصل محمد علي فاهمي وحسني مبارك مهم دول ابطال حرب اكتوبر فعلا ايه يعني غلطه دول لو يعرفوا انك انت اللي جاي كانوا عملوها في اين بقى كانوا عملوها يوم الكريسماس كانوا عملوها 25 ديسمبر او 7 يناير عشان تبقى ايه يعني تبقى حفلة بقى فيه يا عم فتاعة ولا انت خايف تجيب سرط الجيش فتزعل الاسرائيليين ولا ادخالتك وانت لسه قابد الشيكات بتاعة حصار غزة الطريف الموضوع يا حضرات الطريف الموضوع انه اعلام السامسونج طلعوا يحكوا عن كلمة السيسي في الافطار وبنفس السكريبت ان السيسي في الفطار طمن المصريين وقال لهم ان القادم افضل نشوف كده زميلي في الاعداد لفوا على قنواتهم قالت ايه تبسدق مين اطلعت انت وإحمد موسى تقوله كان بيحمل رسالة طم انا هو قال كده هو طمن ان القادم كويس هو قال ان الافضل كويس تبدأ انتو في رمضان مش هتبطلو كده الا السيسي يعني ما قالش كده اصلا الراجل كان قاعد معنا من يومين كان بيقول البلد محتاجة 75 سنة عشان تتبني يبقى ازاي كان قاعد معنا وشه في وشه وقاعدين نشرب الشيء سوا وقال لنا البلد بتتبني في 75 سنة واحنا لسه يعني خدنا عشرة بقي 55 سنة وبعدين يتطلعوا انتو الاثنين تقولوا الرئيس قال لنا رسالة طم انا طم انا منين بقى بيطمنا على اني بقي 55 سنة يعني ما هي اما اعلام السيسي كداب او السيسي بيذكر في رمضان يعني شوية يقول القادم شوية بيقول تقوله القادم افضل لو انتو صح لو نشأت ديه وش الدرج اللي معمول بالاستر ده صح واحمد موسى اللي شبه البلدينجان العريسي صح يبقى السيسي بيذكر لانه هو نفسه من يومين طالع يقول الدول بتتبني في 75 سنة وانتو طالعين تقولوا السيسي الف الفطار انه القادم كويس طمئنة طمئنة لكن على اي حال نفسه اسألك سؤال بالنسبة الموضوع القادم افضل ده احب اقول لحضراتكم انهم كدبين واسمعهم سلام اغنية قديمة اوي كنت بحبها ولا زلت بحبها كداب يا خيشة كداب اوي لان القادم اصعب زي مثلا التأمين الصحي زاد التأمين الصحي زاد لغير المؤمن عليهم ولسه الادوية بعد تعويم الجنيه هل يتوجب رفع اسعار الادوية وماذا عن المواطن قناة الحرة مش قناة مكملين هل يتوجب رأى وماذا عن المواطن ده غير التلميح لزيادة رغيف العيش بيقول لك رغيف العيش بيكلفنا 125 قرش وبالتالي كده صعب كده هنزعل مع بعض ده غير يعني كده معناه انه يعني بص احنا بنأكلكم من جبنة واحتمال كمان سيادتك البنزين يزيد الشهر ده انا مش انا اللي بقول اجتماع مرتقب للجنة دقانات العربية السعودية اجتماع مرتقب للجنة تسعير الوقود في مصر خلال مارس الجاري طبعا مش هيجتمعوا عشان يجيبوا لك هدية عيد جوازك او عيد ميلادك لا اللجنة دي عشان تشوف نرفع ايه ده غير حضرتك بقى ازيادة الدرايب بعد معوزين المالية قال نستهدف اتنين تريليون جنيه وللسادة الاريافجية زي حالتي التريليون الف مليار اخر حد معلوماتي ان التريليون الف مليار فهم بيستهدفوا الفين مليار جنيه في الدرايب السنة الجاية اتفضل نستهدف تريليوني جنيه ارادات ضريبية خلال العام المالي المقبل سبعة وسبعين في المية من ارادات العامة دون اضافة اي اعباء جديد على المواطنين ازاي بقى ما تعرفش يعني هو هيزود الدرايب ويبقى دخل الدولة من الدرايب سبعة وسبعين في المية بس انت مش هنضيف لك اعباء جديدة ازاي يا وزير المالية وما لا تعملها ازاي دي يعني قل لي ازاي انت بتستهدف اتنين تريليون جنيه درايب عشان تبقى حصيلة الدرايب سبعة وسبعين في المية من داخل الدولة بس انا مش هنضيف عليك حاجة ازاي وييجي بعد كل يقولك احنا صرفين طب فيه قادي موازنة الدولة هي الموازنة العامة المالي العام مالي 24-25 انا هتجنن من الصبح من البتاعة دي ونفسي حد اقتصادي يشرحها لي قالك صرفنا تلاتة تريليون المصروفات يعني تلاتة تريليون فاصل تسعة الاراضات اللي داخل الدولة اتنين فاصل ستة يبقى العجز كام هتفاصل تلاتة حلو جدا بندعم تكافل وكرامة باربعين مليار كلام كلام محترم بندعم الصدرات بتلاتة وعشرين مليار كلام عظيم بندعم الخبز والمواد والسلعة التموينية بمية اربعة وثلاتين مليار كلام مفيش فيه شك بندعم المواد البترولية بمية سبعة وثلاتين مليار اه دي بقى عندي مشكلة فيها ازاي لما قلتني البنزين بقى باثناشر جنيه فين الدعم قنبوبت البتجاز بقى بسبعين جنيه وثمانين جنيه فين الدعم الغاز اللي في البيوت بقى الفاتورة قد كده فين الدعم بتدعمه ازاي وبقى انت تدعمه ليه مش انت قلت ان انت جبت جن مش انت بتصدر غاز برا وتجيب بيه فلوس وتقطع كاربع المصريين بقى بتدعمه ازاي يعلم في بقى رقم هيجنيني على رأيه الست صباح هات بقى اللوحة نفسها تاني الراجل ده هيجنيني حضرتك بتدعم تكافل وكرامة باربعين مليار وبتدعم الصدرات بثلاثة وعشرين مليار وبتدعم السلعة والتموينية والخبز بمئة وعشرين مليار وبتدعم المواد البترولية بمئة وعشرين مليار انا مصدقك ايه بقى الخمسمائة اللي في النص دي ايه بقى دي دعم خمسمائة ستة وتسعين مليار جنيه يعني اكتر منهم كلهم اكتر من الدعم كله يعني انت لو ضفت لو جبت تكافل وكرامة ودعم الصدرات ودعم السلعة التموينية والخبز ودعم المواد وجمعتهم على بعض هيطلعوا أقال من الرقم الخمسمائة اللي في النص طب الرقم ده بتاع ايه ايه يا جماعة انا هتجنن من الصبح عمال اسأل وانا مش بتاع اقتصاد ولا ليه فيه بس ايه الرقم ده بقى الرقم ده بتاع مين بتاع واقع من مين الرقم ده اكتر منهم كلهم حط اللوحة يا عم حاضرنا انا ليه حط اللوحة الرقم ده يا جماعة اللي في النص خمسمائة ستة وتسعين مليار جنيه ده بتاع ايه ما هو انت ما تقوليش ان ده الدعم كله لانك لو جمعت الدعم كله هيطلعوا تلتمائة وحاجة تقريبا تلتمائة واربعين يعني مش الرقم مش الجامع بتاع الرقم اللي مفنط ده هل ده بقى دعم خفي طب هو بتاع ايه طب ما قولنا ده دعم الايه يا جماعة كلمونا بالعقل والله هو مش مجموع الاربع الاربع عناصر دول خلاص حلو قول طب بتاع ايه بقى دعم الدعم خمسمائة ستة وتسعين ايه دعم ايه ما تعرفش ايه لان نعرف بقى انت لابتدعم انا مش شايفك بتدعم البنزين ولا الكهرباء لابتقطع ولا اي حاجة بتدعم رغيفي لعيش ماشي عم طب ما الناس بستير رغيفي لعيش دلوقتي بفلوش قد كده دعم الكهرباء صفر ده مصراوي صفر بالتموين حاسف 40 مليون من البطاقة التموينية ها ايه تاني طب ايه بقى يعني ايه دي ايه دي يعني بتاعت ايه دي لا مش مجموع الدعم حد بقى يقول لي مجموع الدعم ما تجمع الدعم كده على بعضه هتلاقيته 48 تقيبة حط اللوحة معليش شبيبه حط اللوحة كده اجمع دعم تكافل وكرامة ودعم الصدرات ودعم السلع ودعم المواد البترولية هتلاقيهم 340 مليون 344 مليار هما جمعوها جوا ال596 دي بتاعت ايه اه هتقول لي انا همشي معك للاخ انا مش بتاع رياضة خالص بس انا همشي معك بس في حاجة بالمنطق هتقول لي ما هو انت لو جمعت الاربع عناصر تطلع 344 مليار مظبوط باقي كم من 696 اطرح من 696 344 تطلع كم الباقي ده باقي عمال ما يجيبوها لي جوا بيغششون يعني الباقي ده بتاع ايه بقى حتى لو بتاع ايه الباقي 252 مليار بتاعت ايه ده لو افتراض ان انت جمعت الاربع عناصر فهيطلعوا 344 مليار من 596 مليار باقي 252 بتاعت ايه برضو انه ما هو اي حاجة اي حاجة في اي حتة اذا كانت الجزيرة غلطانا ممكن تكون الجزيرة حطاها كده غلط عشان مظلمش وزارة المالية المهم انت نصيبك كم بقى من الدين الخارجي تعالى بقى يا حل استنى يا بابو لحظة في فيديو لعمر قديب بيقول فيه ان الدين بتاع المصري 800 جنيه او 8000 جنيه حاجة كده لو كل مصري دفع 8000 جنيه او 800 جنيه مش كده نسدد ديوننا الفيديو ده من سنوات طويلة يعني كان المصري آآ عليه 800 جنيه هو قال كده 8000 جنيه 800 جنيه وقالك لو كل مصري دفع اللي عليه يبقى نسدد ديوننا 8000 او 800 انا مش اادر افتكر بذلك بس واقع فيديو العمر قديم يعني عايز تعرف بقى نصيبك في الفيديو كام دلوقتي أه نصيبك في الفيديو نصيبك في اله في الديون كام دلوقتي عليك يا حبيبي هتدفعهم يا بابا ما أنا قلت لك هعيده لك تاني فضل نصيبك في الديون في يونيو 16 كان عليك بالدولار طبعا بالدولار كان عليك 578 دولار حلو حلو في يونيو 17 كان عليك 786 دولار كلام جميل حلو في يونيو 18 كان عليك هو ته سنة 18 تقريبا كان عليك 800 دولار هو ده 879 دولار كلام جميل في يونيو 19 كان عليك 1013 دولار كلام جميل في يونيو 20 كان عليك 1140 دولار كلام جميل في يونيو 21 كان عليك 1235 دولار في يونيو 22 1300 ما شاء الله حوشنا لك بقى دلوقتي في يونيو ده 1400 يونيو اللي فات اللي عدى عليك 1446 دولار المصدر بيانات البنك المركزي المصري فانت عليك دلوقتي فانت عليك دلوقتي 1446 دولار يعني كم بقى بالجن المصري عليك كم لو هو هو بكام 49 ولا بخمسين ما عرفش الدولار بكام دلوقتي نشوفه كده مع بعض صديقنا بالدولار يا عمي خلينا في الدولار قول لي قول لي جاي ليه بـ 4817 بـ 4819 48 اقول بـ 48 48 في 1446 تطلع كام تطلع كام بس عليك 69000 جنيه يلا يلا عبي إيه اللي حدفع دلوقتي عمر قديب قالها لك سنة 1819 قال لك كل مصري عليه 800 دولار لو دفعناهم اسم عمر قديبه ليه يعني دلوقتي بقت 1464 دولار مش كنت دفعت وسمع انتوا كلام مع عمر انتوا انتوا ناس غريبة انتوا شعب عجيب لو كنت سمع انتوا كلام مع عمر قديب ودفعت كل واحد دفعت 800 دولار كان زمانة دلوقتي قاعدين ديون صفر انتوا شعبتش كلام السخف الوطني عمر قديب هو نموذج للسخف الوطني الكلام ده يعني لان الناس عارفها عمر ان ده 800 دولار دي لما كنت هندفعها ونتكاتف مع بعض وندفعها ونسدد ديون مصر ما كانتش هنسدد ديون مصر كانتها تروح في عقد آية وشنطة المدام وصل اللي في العالمين والطيارة منص مليار كانتها تروح كده عمر ديون متلتلة راحت في حفر الرمال او عاصمة الصحراء اللي عملت زي البنت الوقف لا عارفين يخلصوها ولا يوقفوها اسمع الراجل ده بيقولي بقى العاصمة الإدارية الجديدة والدت ميتها لا عارفين يسوقوها ولا يوقفوها ولا يكملوها ولا يملوها ولا يدروها ولا ينسوها ولا يخبوها بس دي العاصمة الإدارية الجديدة لا عارفين يعملو كده ولا كده ولا كده تجيبها كده تعملها كده تلاقيها كده بس اهو وبعد كده يقولك بص حتى أخطأنا في التعاقد مع شركات صغيرة ما هي هي هو فيه يا جماعة ما هي هي يا جماعة حد بعيتلي اللوحة دي معلش كده عشان بس ايه أنا لسه بفكر ونفكر مع بعض يا جماعة احنا وطنيين حد بعيتلي اللوحة دي بيقول لي يعني ان دي البنود اللي نسيها اللي هي ال 596 مليار بتاعت الدعم فبيقول لي لا ما هي وجايب لي البتاعة يا راجل حرم عليك بالعقل يا جدعان بالعقل والله بالعقل عرفتوا بقى قد هتروح فاني عمر للوقت يا حضرات عليك 1446 دولار تدفعهم زي ما قال عمر سنة عشرين ولا لا وبعد كده يقول لك السيسي بيطمانكم نعم اه في 2018 لو كنت سمتوا كلام عمر في 2018 كان زماننا دلوقتي برضو فقرة وعندنا ديون هي هي ده واحد خد خم واحد خد ده ده اكبر ده احنا مصر خدت فوق تلاتين مليار تقريبا من صندوق النقد عملنا بيه ايه اه حد بعيدة دي وزير المالية محمد معيت قال ان ستمية خمسمية ستة وتسعين مليار جنيه في موازنة العام الجديد منها متين وخمسة وعشرين مليار من بينها تا ما انا قلت اهو 147 مليار ما اتجمعش برضو ومية سبق اربعة وتعالى مليار دعم السرعة الغزائية ما اتجمعش برضو ما احنا قلنا نجمعهم ما جمعتش ما احنا قلنا جمعناهم ما جمعتش خمسمية ستة وتسعين مليار طلع ناقص متين اتنين وخمسين مليار بتاعت ايه ما ده اللي قلته ما ده اللي قلته يا قوم وبعد كده يقول لك السيسي بيطمين المصريين القادم افضل بقى له عشر سنين بيقوله سبوره القادم أفضل لحد ما الناس بقى تطلع تشتكي غلبها على السوشي الميديا بسبب الأسعار وتدهور الأوضاع المعاشية اسمع السيدة المصادية بتقول فين يا سيسي الفلوس والمساعدات اللي عملت أخدها يمين وشمال وآخرهم فلوس أوروبا اللي وصلوا لـ 12 مليار فاصل 8 12 مليار دولار خلال أربع سنين قادي يا حضرات حضرات السادة اسمحوا لي أقدم لكم دلوقتي الفلوس اللي خادها السيسي من موقع الشرق بلومبرج 12 مليار دولار قيم التمويلات أوروبية تلقتها مصر خلال أربع سنين بنك الاستثمار الأوروبي 4 مليار فاصل 7 البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية 3 مليار فاصل 45 فرنسا 2 مليار فاصل 6 أسبانيا 87 مليون ألمانيا 64 مليون التحالي الأوروبي 37 مليون ما عرفش بقى يعني تمويلات أخرى 15 مليون 12 مليار فاصل 8 يعني طب راحت فين بقى دي خلال أربع سنين خلال أربع سنين راحت فين فلوس دي بس طبعا زي ما قلنا أوروبا بتدفع للسيسي عشان ينفذ أجندتها ويغض الطرف عن انتهاكات وده اللي قالته لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي مش محمد ناصر ولا البرنامج ده لجنة أوروبية تطالب بضمنات حقية في اتفاقيات بروكسيل مع القاهرة طلبت رئيسة لجنة أاتي عم طلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إيميلي بضمنات حقية في الاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع النظام المصري برئاسة السيسي وعبرت أوريالي عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد إلى أبراميتو بروكسيل مع مصر بقيمة 7 مليار يورو 8 مليار دولار والذي ليه هو اليورو أكتر من الدولار والذي يتضمن أحكاما لا ده مش حال يتضمن أحكاما للحد من الهجرة أهو ده اللي قلناه والله بيتفعله فلوس عشان جبالية الأرود آدي بي بي سي عربي عهد جديد لعلاقات بين مصر وأوروبا كيف ينعكس على حقوق الإنسان قلنا لكم هنا أنه هم عارفين أنه هو جزار وسفاج دماء وحارس البوابة بتاعتهم قلنا لكم كلام ده جيتوا وقلتوا لأ أصو هم شايفين الاقتصاد منين 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 بقى أن عشر سنين ولا دي نصحتك لما صوتي تنبح ما تخافش من جني ولا شبح واللي يوم طلع عليك عفية تسأله ما دفعش ليه عن نفسه لما اندبح تقريبا كده حارس البوابة بتاعتهم بقى لهم أربع سنين مخفين قصريا في دولة كل شيء فيها مكشوف مصر حبس 165 شاب وفتاة عقب ظهورهم من اختفاء قصري لسنوات يعني اللي كان عنده 16 سنة منهم بقى عنده 20 صحيفة الجاردين وصفت الاتفاق اللي تم مع قارة أوروبا والسيسي بأنه رشوة وصفته بأنها مكافأة القمعة الجاردين يبيه أوروبا متعمة بمكافأة القمعة بصفقة 7 مليار يورو مع مصر مكافأة القمعة وتيجي تقولي اقتصادك كويس وبيطمنك طمن انت بس هي عامل ايه دلوقت اللي بعده الخبر الجاي ده لما سأل لما قريته وقع قلبي في رجلي لأن الحقيقة يعني صعب قوي في ظل المشهد الدموي المستمر في قطاع غزة الحقيقة يعني وشفنا شباب كلية الهندسة بجامعة المنوفية بينظموا إفطار وبيتضمنوا مع غزة خلينشوف كده الصورة لسه وجع القلب جاي قادي جامعة المنوفية بتقيم إفطار بمنوف جامعة في إفطار كلية الهندسة عملوا بقى خليطة كتبوا كلمة غزة بالترابيزات ناس من الشعب المصري بتحاول تعود جزء من الكرامة اللي أهضرها خزلان السيسي لأهلنا في غزة والحصار وزي ما شفنا الحقيقة وقفة من العدد من السياسيين والصحفيين بنظموا إفطار رمزي بالخبز الحاف قدام نقاب الصحفيين نظموا إفطارا رمزيا بالخبز الحاف والماء صحفيون يتظاهرون أمام نقاب الصحفيين المصريين تضامنا مع غزة نشوف كده الوقفة دي قدام نقاب الصحفيين كويس جدا بس افتكروا أن مصطفى بكر كان عمل مقدوبة ب 2 مليون جنيه مصطفى بكر العروبي القومي ده في الوقت اللي النظم مصري بأن قيادة السيسي بيحاصر أهلنا في غزة بنشوف بقى خيانة جديدة تجاء أهلنا هناك فجأة بنشوف جنرال إسرائيلي بيدعو مصر للسيطرة على قطاع غزة مقابل حوافز سخية وده اللي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيل جنرال إسرائيلي يدعو للسيطرة مصرية على غزة مقابل حوافز سخية بس انت قدام خدها مني كده واحفظها للأبد انت قدام الجزء الثالث من غزة أريحة أولا مش عارفات بلين لا غزة تفايت أسلو انت ده بقى الجزء الثاني أو الثالث من اتفايت أسلو اللي هو مصر تخش غزة تسيطر على غزة كلام جميل كلام محترم جد يجب أنهو أن يعرض على مصر السيطرة أختار غزة لفترة محدود كلام جميل يجو بقى الجماعة الفلسطينيين يدبوا عايزين يطلعوا مظاهرات من اللي وقف المظاهرات دي مصر الجيش المصري والشرطة المصرية هناك في قطاع غزة تقبض عن الناس وتعذبهم وبتاع يبقى كده الشرطة المصرية شغالها لصالح مين لصالح إسرائيل وكده لن يسقط جندي إسرائيل واحد وتبقى المشكلة مصرية فلسطينية هتقول لي جبت الكلام ده منين يا مستر هقول لك ببساطة ما ديكت أسلو ما أسلو نتج عنها إيه أن المنظمة أو الكادر الفلسطينية برئاسة رئيس الشركة محمود عباس بقى هو الشرطة بتاعته بتمنع المتظاهرين الفلسطينيين وبتقبض عليهم أيوا فرام الله والحيطة دي والله أنت ما تسمعش ولا إيه وتجي لورهم في الشوارع وبقى محمود عباس منوت به وقد أي مظاهرة فلسطينية تطلع من المناطق دي فكده بقى محمود عباس بيشتغل إيه بيشتغل تابع وزير الدخلية الإسرائيلي نفس القصة عايز يعملها مع مصر دي غزة يقولك سيطر عليها أنت يعني إيه يعني ما تجيب ليش منها اصدع طب عايزين نجيش في شرط نزل جيش في شرط ييجي بقى الجماعة الغزوية نجيحنا بقى مسكن الموضوع السلطة المصرية بقى تدخل هي والبزنس في المنتجات وفي الكهرباء وانطلع فلوس حلوة سبوبة حلوة هي ونقبض ضع على اللي هيعمل مظاهرة ونعتقل بقى وبتاع وميجي المظاهرين الفلسطينيين يضربوا المصريين الشرطة المصرية فتطلع إلى إعلام المصري يقولك شوف بيدربوا الشرطة المصرية الفلسطينيين خوانة ده الجزء التاني لو حصل من غزة من أسلو هو التاني هذا هو الجزء التاني من اتفاقية أسلو شانت بتحدى المسلسلات جاء أجزاء ده الجزء التاني كده ليه بقى أنا خايف من القصة دي لأن فيه اختراح تاني أسوأ الاقتراح التاني من غير ما تعرضه أن مصر تستقبل الفلسطينيين مش مهم الاختراح على فكرة المهم مين اللي قال اقتراح تخيل مين عاد للواجهة جاريت كوشنر هو بيقول شاطئ غزة نعمل عليه مشاريع سياحية والله وطلع قال جاريت كوشنر قال أنا قلت طلع خبر أنه قعد في جلسات سرية مع نتنياه للاتفاق على عقارات غزة ساحلية كوشنر يعود الواجهة مقابلة سرية مع نتنياه للاتفاق على عقارات غزة ساحلية هتقول لي يا عم كوشنر ده واد مسندح وممسوس وقشه أصفر ويقول عايز يقول لا 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 خد تعال بقى ما هو أنت جاريت كوشنر ده بيشتغل إيه جوز بنت مين ترامب وترامب اليومين دول ملعلع وصيته في العلالة وعاد للواجهة مرة أخرى جاريت كوشنر ترامب وجاريت كوشنر والمخطط ده لو جاء ترامب هيتنفذ لأن استطلاعات الرأي بتقول أن المؤشرات كلها سلبية لبيدن في مواجهة ترامب وبيدن بصراحة كتير عليه اللي هو فيه آخره رئيس ولاية حاكم ولاية طب إذا جاء ترامب بقى هيجي ينفذ القصة دي وخلي بالك ترامب ده هو الوحيد في الرؤساء الأمريكان اللي خاد قرار بنقل العاصمة إلى القدس فإذا جاء ترامب المخطط ده بتاع صفقة القارن نطلع فاصل ونروح ترند أهلا بيكم مع شيخ الحشاشين وده لقب لازم نطلقه على مش حسن الصباح خالص لازم نطلقه على علي جمعة أو علي جمعة اللي قال الحشيش طاهر علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب معروف دايما الحقيقة بشطحاته وخزعبلاته وعلى فترات يطلع بتصريحات فتوى جريبة وشازة تعمل جدل كبير جداً حوالين الفتوى دي في الأيام العادية لكن علي جمعة قرر السنة دي في شهر رمضان يدي المصريين جرعة مكثفة وعالية من التصريحات والفتوى الغريبة والشازة والغريبة جداً عرضنا لكم بعض منها خلاق من اللي فاتت في الرمضان لكن آخر تصريح لعلي جمعة واللي عمل جدل كبير على منصات السوشيال وبين الناس هي كلامه اللي قال فيه أنه من الوارد أن ربنا هي الغمار في الأخرة خليل نسمع كده إليه يعني ما صامش رمضان السنة دي يا شيخ علي على أمل أنها تتلغي القصة دي إيه رأيك حلوة دي يعني اندر مغي يا شيخ علي على أمل لما نطلع ما نلاقيش حاجة سبحان الله كلام علي جمعة جاء في الوقت اللي بتقيرت فيه مسلسل حشاشين واللي بتكلم عن طايفة النزاريين ما همش حشاشينه لحاجة للأمانة يعني لكن طايفة من الشيعة من الباطنية الإسماعيلية النزارية وكانت معروفة برضه بشطحتها وخزع بلاتها وده اللي قاله الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة والفق الإسلامي وقال سمعنا الكلام ده واتهموا بأنه بينشر الضلالات بين المسلمين نروح للدكتور حاتم عبد العظيم الدكتور حاتم بيقول كبير الحشاشين العالي جمعة ممكن ربنا يوم القيامة يلغي النار ويدخل الناس كلها الجنة ضلالة جديدة من ضلالات هذا المفسد المفتون وهو يقينا يعلم أنه يقول زورا ويغشى فجورا والرجل بدعواه التي تشبه دعاوة الحشاشين يكذب 145 آية ذكرت فيها النار فضلا عن المواضع التي ذكرت فيها بألفاظ أخرى وفي مثل هذه الأباطيل دعوة خبيثة للناس للتمادي في الفجور والفساد وقال لا يخافوا حسابا ولا عذابا فقد وعدهم الدجال بأن النار ستلغى من مقرر الآخرة إيه يا دكتور حاتم أنا كنت مبسوط بفتوة علي جمعة أنا عايز الفتاوى الحلوة دي أو الله حاجة حلوة قوي مفيش نار مفيش نار الغريب أنك إنت لو رجعت التفاصيل فتوى البحث الإسلامية عن تكفير الحشاشين هتلاقي كل اللي كفروا الحشاشين قالوا الكلام بتاع علي جمعة ده عن الجنة والنار خد المركز بتاع البحث الإسلامية الفتوى بتاعته ننشر نص فتوى البحث الإسلامية ودار الإفتاء بتكفير طائفة البهرة ده كان 2016 قالت لك إيه با أن هذه الطائفة أساسها فكرة شيعي حيث يزعمون أن الله بعد الظهور في الأئمة الاثنى عشر ظهر في أحمد الإحسائي ومن جاءوا بعده وما يدل على ذلك أن شعارهم العام هو اللافتات المعلقة في بيوتهم وعليها عبارة يا إلهي بهاء كما يزعمون عدم ختم النبوة بسيدنا محمد وعدم الاعتراف بالقيامة وما بعدها وتأويلهم الجنة بالحياة الروحية والنار بالموت الروحي وإنكرهم لمعجزات الأنبياء الإسراف في تأويل القرآن الكريم إيه رأيك يا شيخ علي؟ ده المركز بتاع البحث الإسلامية الدكتور نضال ثلجي أستاذ الحديث الشريف في الجامعة الأردنية اعتبر لكلام علي جمعة ده تجزيب صريح لآيات القرآن الكريم وكتب البوست ده قال للأسف الشديد للأسف بعد أن صفدت في هذا الشهر الصياطين الجن خرج علينا المفتي على جمعة يفتي بما هو تجزيب صريح للقرآن ومنه قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وقوله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنهما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب يعني في نار الحقيقة الدكتورة السعودية فهدى العريفي أو العريفي البحثة في الأمن الفكري اعتبرت أن دي فتاوى علي جمعة الكيوت ما تنفعش في ديننا وهي اللي كتبت كده أنا مالي هي اللي كتبت الكلام ده قالت الدكتورة علي جمعة مؤخرا ربما يحاول جذب الشباب إليه لكن لا يمكنه تجاهل أننا مسلمين ولنا معايير ضابطة تنبثق عن ديننا التساهل بها يعني خلل الفتاوى الكيوت لا يداعي لها فديننا واضح حديثه عن إلغاء النار يخالف قوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا الدكتور عمار علي حسن سأل الشيخ علي جمعة أسئلة منطقية قال له لو النار اتلاغت يا طارى قال إيبا اسمها قال إي كده قال له نتمنى جميعا رحمة الله وغفرانه لكن يا دكتور علي جمعة وربما يكون أملا كاذبا يا دكتور كيف سيتساوى هناك القاتل والمقتول والسارق والمسروق والظالم والمظلوم والصادق والكاذب ومن أبدع وأضاف للحياة ومن خصم منها وكان عالى عليها لو أدرك الناس أن الأقاب مرفوع هناك لا ازدادت الحياة هنا توخشا أنا عندي رد على علي جمعة هو طبعا الكلام ده قاله فعلا الباطنية النزارية فيه واحد إمام فيهم كده بعد حسن الصباح جاء لهم يا جماعة القيامة قامت الكتاب ده الكلام اللي بقوله ده موجود في كتب الشيعة قال له خير يا مولانا قال لهم القيامة قامت خلاص يعني قامت وقال لهم أنه القيامة روحية ما هيش القيامة اللي تتكلموا عليها عشان كده المركز بتاع البحوث الإسلامية ده كان عنده حق لما قال أنهم أولوا الجنة والنار والقيامة تأويلات غريبة جدا لكن ده رد تاريخي وده على فكرة موجود اقلوا كتاب اسمه خرافات الحشاشين لواحد اسمه فرهود دفتري هو بيكلم على أئمة النزاريين وقالوا الفاتوى دي لكن ده مش ردي على علي جمعة أنا عندي رد تاني على علي جمعة بس نشوف النشاطاء على السوشيال هاجموا علي جمعة وقالوا أنت طب الشياطين هيروحوا فين لما النار تتلغي وهل من عدل ربنا أن المؤمنين يبقوا مع الكافرين في الجنة ودي اللي كتبته رانيا يا له يا رانيا إيه يا رانيا أنت فاضية يقول علي جمعة وارد أنه يلغي الله النار بطريقة تفكيره هذه فوارد أيضا أنه يلغي الجنة والسؤال أين ستزعب الشياطين حين تلغى النار دي نواقع جدا حقيقي جدا برغم أنه ينمي الروح ويرقق القلب ويغزي المشاعر إلا أنه دين لا يسمح بالافتكاسات ما الذي يضطرنا للإيمان والالتزام إذا تساوت الرؤوس في النهاية هل يعقن أن يجد عمر بن خطاب أبو لؤلؤ المجوسي إلى جواله في الجنة هل يغبى العقل أن من أقر بعدم كمال الله فرفض أن يشهد بوحدنيته كمن مرغ وجه في التراب له زلا وشفق جمع جمعة الصبية حوله ليشوه فطرتهم ولا يدري أيهم سيفضح أكاذيبه في المستقبل لا تستهل يا رانيا أنت جمدة جدا بصراحة نشاطاء تانين اعتبروا أن فتاوي وتصريحات علي جمعة منحرفة المنحرفة دي إشغال الناس زي ما كتب يعني الناس بتشغل زي ما كتب بلال بلال قال لك كيف تشغل الناس خش يا بلال خش جامد وتحرف أنظرهم عن قضية مهمة وحدث عظيم اخرج لهم كاهنا مثل علي جمعة يطلق الفتاوي المنحرفة والتصريحات التي تحرف نصوص الكتاب والسنة وتركهم يجادلون وينتفون بعضهم في التعليقات اللهم عجل لنا بفرق قريب في دعاية كويتي اسم الشيخ عبدالله العواضي رد على علي جمعة رد واضح والله بيعمل كده ليه وبيدعو لإيه في كلامه هو ده فعلا هدفهم الدعوة لدين جديد وسطي جميل اسلام حداثي اللي السيسي بيسميه كده اسلام حداثي يعني والشيخ بتوعه بيسموها تجديد الخطاب الديني واللي بيسميه الإماراتيين الديانة الإبراهيمية اللي هو كل الأديان مضروبة في خلاط واحد حط عليها تتش صغير قوي يعني يدوب لحظة علمانية لحظة لبرالية لحظة وشك في الحالة وعفاك ليه تطلع بقى دين محترم وبالآخر مفيش نار طب ولا مفيش نار طب مبلغة دين الإبراهيمية أصلا عشان كده علي جمعة بيوافق دعوات شيوخ الإمارات لما يسمى بالدين الإبراهيمي فجأة لقينا واحد من شيوخ الفقه الإماراتي اسمه محمد حبش ده دكتور في الفقه بس فين بقى في جامعة أبو ظبي بيدافع باستماتة عن علي جمعة أما ليه اللي تعرض بسبب تصريحات والنهار اقرأ بقى الرجل قالك متضامن بقوة خلش يا بيه بقوة محمد يا حبش عامل ليه كده مع مفتي مصر أسبق الشيخ علي جمعة جبل من العلم الله 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 قل نظيره في علمه وعقله وشجاعته وواحد من جبال العلم الذين اختاروا المواجهة مع التعصب ولم يؤثروا السلامة رفع صوته بوضوح ده احتكار الخلاص واحتكار الجنة واحتكار الحقيقة يواجع علي جمعة موقفا همشريا من ال ايه همشريا نشتي ما اقول ليه حيث يسلطون سفهائهم عليه ليطاردوه في محاضراته ويشتمونه بدون اخلاق احتجاجا على فتويه الجريئة وعيونه برضو جريئة برضو وخاصة فتوى باخاء الاديان وان الله يقبل عمل المحسنين من كل ملة فتوى بان النار امر يخوف الله به عباده وليست على ظاهر اللفظ بل على مقاصده فتوى بالمشاركة في ايد الكريسماس مع الاخوة المسيحيين وتهنيئتهم فيه فتوى بالصداقة العفيفة بين الزملاء الدراسة والعمل ولا زاء فيه فتوى انت نقص على فكرة واقع منك فتوى كابتن حمش كابتن حبش فيه واقع فاته هتهاله يا بيبو هاته الفتوى فيه فتوى واقع منك هاته الفتوى في الجورنال علي جمعة الحشيش والافيون لا ينقضان الوضوء والخمرة تحتاج بقق مية انت نسيت دي يا حبش خدي معاك يا جلع انت الحاجات بتقع منك وانت ماشي حاسب وانت ماشي بقول لك ايه انت بتشتغل فين ابو ظبي مركز بس هو ليش يخصيصي صحيح متضايقين ولا خايفين من وجود النار في الاخرة ده سؤال الخبيث اللي طرحه جمال سلطان جمال سلطان بيقول لماذا يتضايق المشايخ وعمائم الدين الملتفون حول السيسي في مصر من وجود نار جهنم في الاخرة لماذا يقولون ان ربنا وارد يلغيها ويدخلنا كلنا الجنة هل يقلق ضميرهم الديني من شيء او هل يقلق من شيء هل حكى في صدرهم شيء هل هم في داخلهم مقتنعون بان نفاقهم للظالمين جزاءهم جهنم وبئس المصير فتمنوا إلغاءها انت خبيث اوى شهاز جمال الحساب الساخر اللي بسمع فتاح السيسي على تويتر كتب تغريدة كده فرحان فيها اوي بكلام علي جمعة وانا كمان انا كمان مع الناس دي لكن ايه السبب تعالي نشوف كتب ايه كده قالك انشرح صدري ايوه انشرح صدري بعدما سمعت ما قاله شيخنا الجليل ومفت الديار السابق علي جمعة وارد ربنا يلغي النار يوم الايامة ويدخل كل الناس الجنة وان الكوابيس اللي كانت تقرقني في منامي وتبلل فراشي ما هي الا التهابات في البرستاتا في سؤال طالح الوستاذ عباس قباري قاله وفين شيخ الازهر من اقوال علي جمعة هل هيرد عليه هو سؤال المحترم هل يتصدى شيخ الازهر احمر الطيب لأقوال علي جمعة التي تكذب الوحي وتزيد من الالحاد الناس بربهم وتجافي حقائق العقيدة السبتة الاجابة لا اظن بس تقريبا الشيخ علي جمعة واخد الليستة بتاعة الفتاوى والتصريحات دي من ظابط امن دولة او ظابط مخابرات بيدرب ترامدول عشان تخدم السيسي وقصبته زي تصريحه عن اللي هيتاجر في العملة الصعبة قال عليه ملعون ليه يا شيخ علي ما انت كنت كويس اللي يتاجر في العملة الصعبة ملعون وهيخش النار برضو مجي انت قلت مفيش نار تم تسيبه يتاجر بقى في العملة هيروح فين يا مولانا بعد ما اتلغى الحساب انت مش لقيت الحساب بتاع الاخرى علي جمعة قالك من يتاجر في العملة العملة ملعون ليه ليه وانت لابس الجيبة بتاع مراتك كده ليه كده حدثت على كتفك ليه ليه يا شيخ علي شفتوا الشيخ شيخ جميل شايف الشيخ شايفوا النبي اللبس انت مين اللي عاملك الاوتفيد ده بيجيب ننط لاتشات كده حلوة انت بعدين بقى هتلبسك واحدة فيها حد هيلبسك بعد كده حاجات انت ممكن تلبس حلق بعد كده انت حيت تتحلق مع الطقم ده شيخ علي تبقى واو والله ومعنش هي الطقية اللي فوق دي لون حاجة نعرفها بشوفها في محلات اللانجري نشاطاء كتير علقوا على فتاة وعلي جمعة التفصيل دي واللي عاملة زي شغل المعلم لابنه زي بقول صاحب الحساب ده قالك اللي هيتاجر في العملة حضرات السادة اللي هيتاجر في العملة مش بس هيتسجن وتتصادر في الوش انما كمان هيصاب باللعنة ويطرد من رحمة الله الله على فتاة والشيخ علي ما شيخ الطرق السيسية علي جمعة الغريب ان الفتوى طالع تازع وبالطلب وبالعقوبة القصوى يعني حاجة كده شغل المعلم لابنه انا عندي بقى سؤال علي جمعة اللي بيسموها الجماعة المسيحين الالهيات ماليش فيها خالص وما ده لا استهاش لكن هل تفتكر ايه شكل الاله اللي بيقول كلامه يغيره شبه كده قاليهة الأولمب عارف انت أبولو الحاجات دي عارف الاله الأولمب اللي تتنكر في زي بجعة كتعجبه واحدة في الأرض فانزين تتنكر في زي بجعة عشان عايز البنت دي او لايه قاليهة اليونان القديمة كانت كده يغيزوا بعض ويغيروا كلامهم احنا الاله اللي انا عرفه عني فيه آية بتقول وما يبدر القول اللي داي وربنا حط قوانين ما بترجعش احنا الاله اللي احنا بنؤمن بيه اله معلش هكلمك بالبلدي ممكن ولا صعب الاله بتاعنا او الاله اللي انا مؤمن بيه ما بيرجعش في كلامه ما بيحطش قانون وبيشيله عشان علي جمعة او عشان واحد سبع ليه دي قوانين محطوطة الدول المحترمة بتحط قوانين ما بتلغيهاش الدول الارض بتحط قوانين ما بتلغيهاش قوانين المرور قوانين الصحة قوانين النظافة ما بتغيرها عشان ترى تاربع محلات بتفضل القوانين هي هي ويقف يتحاكم الرئيس زيه زي ايه مواطن ده في الدول في القانون الوضعية فما بالك بالقانون الهي اله وعدنا قال لنا في الدين اليهودي في الدين المسيحي في الدين الإسلامي قال ان في جنة ونار في المسيحية ملكوت السماء ولها شروط ما يجيش الإله ده بعدين ونيجي كده وإحنا يوم القيامة والتفت الساق بالساق وبعدين إفراج يا أولاد خدنا إفراج دي حركة يعملها حاكم إنما ما معلاش إله الله اللي أنا عرفه حتى قوانين وربنا يقول قل تعالوا مش بينزل لنا لله اللي أنا عرفه ما بينزلش للبشر البشر بيطلعوا له بيسموا عشان نروح له قل تعالوا وما يبدل القول اللي داي إزاي بقى أنا دلوقتي صورت الإله عندي إيه لما حسوا أن يوم اليوم هيلغي الحساب أو النار اللي هو قال عليها هيبقى شكلها إيه دي بنهزر مع بعض حتى لو قال الكلام دي على فكرة ابن تيمية حتى لو أنت عايز تقول أن ده ربنا فعال لما يريد بس هو أراد فعلا لأنه اللي عرفه أن ربنا أراد وإرادته قديمة قوي ربنا إرادته قديمة وضع كل شيء خلاص خلصت قضي الأمر فعال لما يريد إرادة ربنا إرادة قديمة وضعت قبل أن يوجد العالم ما تنفعش تتغير ولو تغيرت يبقى إيه الإله ده إله الألم إلهة اليونان إلهة الفرعنة الإله بتاعنا مش كده يا شيخ علي اتق الله يا علي في العيل اللي قاعدة تسمعك اتق الله وعرض بس روح حيطة طرية أنا خلصت إلى أن أراكم غدا إن شاء الله تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر